أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تجشين الخدمات الإلكترونية لتصاريح العمالة المنزلية وتتيح الخدمة لأصحاب العمل إنجاز معاملاتهم إلكترونيا من خلال نظام إدارة العمل الوافدة دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة مع استمرارية خدمة إنجاز المعاملات بالحضور الشخصي لأي فرع من فروع الهيئة لمن يرغب بهذه المناسبة قال السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على مراجعة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها وذلك مواكبة للتوجه الحكومي في التحاول الرقمي بالخدمات وتوفير كافة التسهيلات للعملاء وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية تتيح لأصحاب العمل إتماما ومتابعة جميع العمليات والبيانات المتعلقة بالعمل المنزلية إضافة إلى دفع الرسوم عن طريق بطاقة الصرف الآلي أو البطاقة الإتمامية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر